عافية وأهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع طبعا نحن ضايننا بس أيام للانتخابات الفدرالية الكندية وحبيت أحكي عن شغلة مهمة جدا اللي هي كيف يتم اختيار الحكومة طبعا موضوع اختيار الحكومة الكل حكى فيه يمكن والمعظم حكى هي الطريقة الأكثر شيوعا اللي هو أكبر عدد المقاعد الحزب اللي بيأخذ أكثر عدد مقاعد هو اللي بيأسس الحكومة لكن للأسف هذا ليس دائما هو اللي بيصير وححكي لكم أمثل الآن طبعا بالشكل العام خلينا نحكي انه البرلمان هو البرلمان 338 بس عشان نخفف أو نساهل طريقة الكلام حان نحكي انه إذا كان البرلمان 100 مقعد نيابي وفاز حزب من الأحزاب ب 51 مقعد أو أكثر يعني نصف عدد المقاعد أو أكثر فبيستطيع انه يكون حكومة بتسمى حكومة الماجورتي أو الأغلبية وهذه الحكومة بتضمن وجودها لأربع سنوات القادمة لانه ما توقع انه واحد من الحزب من داخل الحزب يفشل الحكومة وبالتالي هذه الحكومة عادة بتكون آمنة يعني لكل خلص ما فيه أي تغييرات لكن إذا هذا الحزب أخذ بس مثلا أربعين آآ مقعد والحزب اللي بعده أخذ آآ ثمانية وثلاثين مقعد والحزب الثالث مثلا أخذ عشر مقعد والحزب الرابع أخذ آآ ثمانية وثلاثين مقعدين أوكي فهون بتصير الشغلة اسمها Minority Government اللي هي حكومة الأقلية وبالتالي شو يعني يعني الحزب اللي أخذ أربعين مقعد بطلب منه الحاكم العام أو الحاكم النائب في هذه المقاطعة إنه يؤسس الحكومة كيف يؤسس الحكومة بيختار ناس عشان يكونوا معاه في الكابنت أو في الحكومة إذا فشل هذا البارتي بتأسيس الحكومة هون بتصير الشغلة الغريبة إنه البارتي رقم اثنين بيحاول يعمل تحالف مع البارتي رقم ثلاث أو البارتي رقم أربعة بحيث إنه يصير مجورتي وفي هذه الحالة إحنا حكينا إنه البارتي رقم اثنين اللي فاز بـ 38 إذا تحالف مع أي من البارتي سواء الثاني الثالث أو الرابع اللي أخذ عشرة أو اللي أخذ اثنين بيصير يمكن يأسس الحكومة فبالتالي مش دائما البارتي اللي حصلت على أو الحزب اللي حصل على المجورتي هو اللي بأسس الحكومة وهذه الحالة صارت حديثة أعتقد في أحد المفاطعات الكندية فالموضوع يعني لازم يكون واقعيا إنه إذا إدروا يأسسوا الحكومة البارتي الثانية هاي بتضل الانتخابات بتضل هذا وبصير حكومة جديدة من الحزب اللي ما فاز بأغلبية الآن المشكلة إذا ما إستطر إدروا أسس الحكومة تسقط الحكومة كلها وبصير انتخابات جديدة وبعدين الناس تنتخب حكومة جديدة ونواب جداد وبصير حملة انتخابية جديدة بس حبيت أشرح الموضوع بحيث أنه يكون واضح خاصة إحنا مقبلي على انتخابات مهمة جدا 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 وأتمنى أنه من الجميع أنه قم الانتخابي وواجب كندا عليكم لازم تروحوا تنتخبوا لازم تختاروا اختيار صح لأنه الاختيار الصح هذا مستقبل أبنائنا يعني أنا بعتذر لكن بيحكوا أنه السياسيين السيئين بيختاروهم الناس الكويسين اللي ما بروحوا ينتخبوا بما معناه إنه إذا إحنا ما رحنا انتخبنا وتوكننا وتوكننا أوكي إنه في غير نحي ينتخب أكيد رح يوصلوا سياسيين ليسوا بجيدين وأنا أحكي للشخص اللي ما انتخب مش بنحقق أصلا إذا كان عندك حق انتخابي وما استخدمته مش بنحقق إنك تروح تعمل لانتخب لأنه أنت السبب في الوصول لما وصلنا إليه فيعطيكم العافية مرة تانية ونراكم السلام عليكم